الرد الإيراني على اغتيال سماعيل هنية حتمة بس شو هي خيارات إيران بالرد؟ بتعرف إيران أنه إسرائيل بدأت تورطها بالمواجهة لأنه إسرائيل مش راضية تنخرط بمعركة مع حلفاء إيران على جبهات متعددة وتبقى إيران محيدة نفسها بس بنفس الوقت ما بتقدر إيران تترك العملية بلا رد لأنه عدم الرد بيعني تطبيع فكرة استهداف الأراضي الإيرانية بشكل متكرر من دون كلفة وضرب مشروعية النظام بإيران وهيبته قدام شعبه عشان هيك الرد الإيراني محكوم بعدم تحييق رغبة إسرائيل بتوريط إيران بمواجهة طويلة الأمد وبضربات متبادلة وبنفس الوقت فرض كلفة معنوية أو مادية على استهداف الأراضي الإيرانية الخيارات اللي بتحقق هالشي هي ثلاثة الخيار الأول ضربة مباشرة معلنة عنها سلفا من جانب طهران بالمسيرات والصوريخ مثل عملية الرد على استهداف الكنسولية هيك رد معنوي صعب يحقق أي مفاجأة أو نتائج غير متوقعة الخيار الثاني إغراق إسرائيل برد متعدد الأطراف من أكتر من جبهة وخصوصا إيران والعراق ولبنان واليمن بعكس الخيار الأول هيك عملية حتغرق الدفاعات الإسرائيلية وتربكة وتزيد كمية الأضرار غير المتوقعة الخيار الأخير المحتمل بس غير المرجح هو ضربة نوعية بوقت وشكل غير متوقع هيك هجمات أكتر إدراع على استهداف مواقع أو شخصيات أو قوات حيوية بس بتزيد احتمال الرد الإسرائيلي المضاد ترجمة نانسي قنقر